أمين مرتضى منصور المشرف العام على الكرة عرفنا أنه نجح في الساعات المضاير التواصل الاتفاق مع مدرب أجنبي ليقود الزمالي خلال مباراة المريخ السوداني في دورة أبطال أفريقيا وحيتواجد بعد مباراة البنك الأهلي في كأس الربطة وده رغم وجود اتفاقات مع خالد جلال عشان يقود الزمالي في الفترة اللي جاية يعني فيه كلام اللي قال للفترة اللي فاتت أنه مدرب مصري هو اللي هيكون نادي الزمالي ولكن آخر المعلومات أنه أمين مرتضى اتفق مع مدرب أجنبي أمين مرتضى منصور كمان أكد أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي وقررت قدم فيفا قررت كبول شكوى نادي الزمالي ضد التعاون السعودي فيما يخص المبلغ المستحق للقلع البيضاء من قيمة انتقال مصطفى فتحي المشرف على الكرة قال أن لجنة فض المنازعات ألزمت نادي التعاون بسداد 200 ألف دولار لنادي الزمالي بالإضافة إلى فائدة 5% اعتبارا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد ده الموقف بالنسبة للغرامة ألزمت اللجنة كمان نادي التعاون بسداد المبلغ 200 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة 5% اعتبارا من 1 إبريل 2022 حتى تاريخ السداد بالرحمة ليصلك البيضاء